في المجال الآخر ويمكن هنا أنا اتكلمت على مجال بناء الإنسان المجال الآخر وهو المجال المهم اللي بيطالب بيه دايماً أهالين أو بالذات كانوا في الصعيد وهو محور رفع مستوى المعيشة من خلال السكن اللائق وتوفير المرافق الأساسية وموضوع النقل والمواصلات وحابب أن أقول هنا يمكن في بداية في موضوع السكن اللائق أن محافظة سهاج كان لها نصيب أكتر من 23 ألف وحدة إسكان سواء إسكان زي ما حنشوف بديل للمناطق الغير أمنة أو إسكان سكن كل المصريين بمختلف مستوياته اللي اتبانوا بتكلفة تجاوزة الثلاثة وسبعة من عشر مليار جنيه منهم كان مشروع معروف جداً منطقة اسمها منطقة الدريسة والسماكين وده منطقة كانت يعني الصورة اللي على اليمين قدام حضراتكم ده كان شكل المنطقة وده كانت وقع على نهر النيل مباشرةً وكان بيقتنها يعني أهلينا البسطاء بعضهم كان بيعمل في حرفة الصيد والبعض الآخر في بعض المهن البسيطة الدولة تدخلت أزالت المنطقة وأعادت بناءها في نفس المكان بالرغم من شدة تميزه موقع على النيل مباشرةً وسكننا وسرجعنا أهلينا في هذه المنطقة مرة أخرى 4940 وحدة سكن بديل اتعاملوا في محافظة سهاج بدل المساكن الغير أمنة اللي كانت موجودة لكن المشروع الأهم واللي أطلقه في خمط الرئيس وهو مشروع سكن كل المصريين بكل مستوياته بدءاً من الإسكان الاجتماعي والمتوسط وحتى الفوق المتوسط الحقيقة كان سهاج لها نصيب كبير حوالي 17 ألف وحدة في مدينة سهاج الجديدة وفي مدينة أخميم الجديدة وهنا إحنا بنتكلم أنا كنت بقول لحضراتكم فعلاً في 2014 كان اللي بيقتن مدينة سهاج الجديدة بدء عشرات من الأسر النهاردة في مدينة سهاج الجديدة لوحدها اتبنى على مدار الفترة اللي فاتت أكتر من عشر تلاف وحدة إسكان وأغلبهم النهاردة تم فعلاً سكنهم بالسكان وأيضاً أو اتحجزوا السكان النهاردة إن شاء الله في سبيلهم لسكنهم لكن جنباً إلى جنب مع الإسكان اللي اتعامل في المدن الجديدة أيضاً كان مدن القديمة الحقيقة في دوق توجيهات سيادة رئيس إن احنا نستغل الأراضي الفاضية اللي موجودة أملك دولة جوه المدن زي مدينة سهاج القديمة وخلافه إن احنا نعمل مشروع جديد لتطوير عواصم المحافظات الحقيقة بدأنا بالشكل اللي قدام حضراتكم في مدينة سهاج مشروع 1272 وحدة سكنية بتكلفة واحد وثلاثة من عشر مليار جنيه هتطرح لأسر محافظة مدينة سهاج علشان يبقى النهاردة عندهم الفرصة أيضاً يسكنوا داخل المدينة لكن دي صور الحقيقة كل المشروعات الإسكانية اللي اتعاملت وهنا احنا مش بنتكلم على سكن بس احنا بنتكلم على سكن مناطق خضرة مدارس خدمات بتبقى موجودة عشان يبقى مجتمع متجامل يجذب السكان في هذه المناطق وده يمكن النهاردة أيضاً يعني في إطار هذا الحجم الكبير من الوحدات النهاردة ان شاء الله همشرف أيضاً بافتتاح وان شاء الله هيبقى يعقبه تسليم 504 وحدة سكنية جديدة في مدينة سهاج الجديدة بتكلفة تتجاوز الـ 51 مليون جنيه الحياة في مجال توفير مياه الشرب والصرف الصحي ودايماً كانت دي مشكلة أساسية في الصعيد مصر بالزاد والحياة ممكن عشان بس أدي رقمين لحضراتكم اللي نشوفهم على الشمال في مجال مياه الشرب في 2014 كانت نسبة تغطية مياه الشرب 84% على مستوى المحافظة احنا النهاردة تقريباً 99% والـ 1% اللي فاضل هم العزب والتوابع اللي موجودة في القرى اللي هم ان شاء الله هنصل إلى المية في المية مع نهاية مشروع حياة كريمة بإذن الله يعني احنا المتبقي عندنا في موضوع خدمة المياه هو فقط بعد العزب والتوابع اللي احنا هنكملها ننفذ 27 مشروع ضخم بتكلفة وصلت لـ 3 مليار جنيه علشان نعرف نرفع مستوى خدمة مياه الشرب الصرف الصحي 2014 كانت نسبة التغطية على مستوى المحافظة 17 ونص النهاردة احنا 30% وان شاء الله حنصل إلى 100% مع اكتمال مراحل حياة كريمة لأن احنا تقريباً غطينا كل المدن تقريباً وصلنا 90% من مدن سهاج متبقي بعض الامتدات والتوسعات اللي حصلت ولكن الجزء الأهم هو في القرى اللي احنا شغالين عليه واللي ينتهي ان شاء الله مع مشروع حياة كريمة بحيث نصل إلى 100% تغطية للصرف الصحي بإذن الله على مستوى المحافظة بنتكلم على 47 مشروع بتكلفة وصلت 4 مليار جنيه انفقت علشان تحسين هذه الخدمة في مجال الكهرباء عشرات المشاريع اللي اتعملت 78 مشروع نقل وتوزيع وتوليد كهرباء بتكلفة تجاوزة الثلاثة واثنين من عشر مليار جنيه حتى في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وكان حلم في القرى احنا وصلنا النهاردة لتوصيل 210 ألف وحدة بتكلفة تجاوزة المليار جنيه والنهاردة مشروع حياة كريمة تركيزه لإدخال هذه الخدمة المهمة لكل بيوت القرى إن أمكن أو إن استطاعت المواصفات الفنية أنها تدخلها سندخل خدمة الغاز الطبيعي لكل الوحدات في هذه المناطق